هذه الصورة التقطت من جنازة عائشة هنور الناشطة التركية الأمريكية من مزدوجي الجنسية كانت حاضرة في الضفة الغربية في تظاهرة رافضة لاستراتيجية الاستيطان الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع الأسف الشديد الأيادي الغادرة الآثمة طالت هذه الناشطة التركية الأمريكية وقتلتها رصاصات جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت هناك جنازة شعبية ورسمية في تركيا بحضور نعمان كرتلمش رئيس البرلمان التركي وبحضور اسجر ازال أيضا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي لكن ما تداوله كثيرون على السوشيال ميديا متعلق بهذا المشهد اسجر ازال رئيس حزب الشعب الجمهوري يلوم نعمان كرتلمش رئيس البرلمان التركي أحد القيادات البارزة في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رئيس أردوغان يلومه على عدم أسمح له بتوجيه كلمة للحاضرين في الجنازة البعض رأى بأنه اللوم والعتاب ليس مكانه أو وقته في إطار هذه الجنازة والمشاعر الملتهبة لدى المشيعين الرافضين لجرائم الاحتلال الإسرائيلي لذلك كان التعليق في هذا الإطار لكن بلا شك كثيرون يعني أشادوا بوجود اسجر ازال في هذا المشهد وأن لديه حرص على تشييع جثمان عائشة نور رحمة الله عليها وأشادوا بموقفه ورفضه لهذه العملية الإجرامية لكن انتقدوه فيما يتعلق بفعل بعض من الأزمات في ظل هذا الموقف الإنساني الذي يوحي بضرورة التكاتف يوحي بضرورة الاتحاد لأننا أمام عدو مشترك للجميع فلننحي الخلافات جانبا ولنواجه هذا العدو التاريخي لشعوب الأمة الإسلامية طيب